ربما يكون من أكثر ما يلفت نظر الزائر للعاصمة الأثيوبية رؤية النساء وهن يجلسن خلف عجلة قيادة المركبات ليس المركبات الخاصة حيث الأمر عادي بالطبع بل مركبات النقل العام من سيارات أجرة وحافلات إذ غالبا ما تجد النساء هنا يعملن في هذه المهنة لإعالة أسرهن منذ ست سنوات وأن أقود هذه المركبة كانت في السابق لزوجي لكنه توفي ولدي أطفال فلم يكن أمامي غير هذه المهنة لإعالتهم والآن أصبح هذا التاكسي مصدر رزقنا العمل جيد لكن قد يختلف الأمر عندما ترى المقتدرات من النساء يعملن في هذا المجال عبر تطبيقات الجوال مما يجعل خياراتهن في الحصول على الزبائن أو فرحظا منه يقدس الشعب الأثيوبي العمل أيا كان نوعه وفي كثير من الأحيان لا توجد هنا اعتبارات تتعلق بالجنس لذا فمن الطبيعي أن تجد في شوارع العاصمة أديس أبابا سيدات يقودن مركبات عامة بسعة خمسين راكبا أو أكثر أو حتى يقودن مركبات النقل العام بين المدن وعلى طرقات السفر لقد أمضيت سبع سنوات في القيادة حيث بدأت قبل ذلك العمل في خدمة بيع تذاكر الحافلة لمدة خمس سنوات وبعد ذلك وجدت هذه الفرصة مع هذه الشركة بعض الحصول طبعا على رخصة القيادة والتدريب الجيد حيث كنت ضمن 110 سيدات من التي تم تعينهن في هذا المجال ورغم أن الكثير من الرجال يعتبرون أنفسهم أقدر من النساء على قيادة المركبات إلا أن معظم الأثيوبيين يفضلون السيدات في مهنة قيادة المركبات العامة كونهن حريصات على الحياة وأقل عرضة لارتكاب مخالفات مرورية مع الظروف الاقتصادية والكثافة السكانية وانعدام فرص العمل في كثير من الأحيان تلجأ النساء في أثيوبيا للدخول إلى عالم قيادة سيارات الأجرة وهو ما تعتبره الدولة خيارا ذا أهمية لكسب العيش وتوسيع فرص العمل لبلد نصف سكانه من النساء جابر منصور سكاينيوز عربية أديس أبابا شكرا لمتابعتكم اشتركوا في قناتنا على يوتيوب